الجمهور بقى شفت الملعب الجمهور مالي الملعب 72 و 73 قالوا الساعة كامل مبارح الملعب كانت مليانة جمهير المدرجات كلها مليانة جمهير جمهور مصر المتشوق واضح جدا جدا في اللقطات اللي شفناها من وراء مبارح الناس متشوقت ابقى موجودة في الملعب أرجوكم ما تحرمناش من الكلام ده أرجوكم وإحنا هو تنظيم حد سؤال حرك مصر دايب في أي حدث سياسي رياضي مؤتمرات سياسية رياضية فنية أي حاجة أي حاجة بنقدر نأمنها إحنا مصريين المصريين في أي مناسبة بينجحوا فيها ما فيهش نقاش فأرجوكم دي رسالة كل المسؤولين بصراحة بقى والجهات الأمنية طبعا أنتوا على رأسنا وحققوا أن أنتوا تكرروا أنتوا عايزين أنتوا أضرب كل الأمور أضرب كل حاجة ما نقدرش نتنقش في كده خالص بس أرجوكم أرجوكم عايزين نخلي المنظر دايما يبقى كده مش في البطلات الكبيرة بس لا إحنا نأمن أي حاجة في الدنيا مرح جمهور السعادة على وشه وهو موجود في المندرجات على وشهشهم كلهم مبسوطين كلهم يعني وحشهم الأستاذ وحشهم التواجد ومتابعة المبارات والتشجيع وبعدين بالمناسبة بقى على فكرة الجمهور ده هو هو الجمهور اللي حضر في إن في أمم أفريقيا الكبار لأن ساعتها قال لك أصليحنا عايزين جمهور يشجع الجمهور رايح رايح يتفسح الجمهور اللي موجود في مطش مطشط أمم أفريقيا الكبار مع منتخب مصر جمهور ما بيشجعش بيقولش أي حاج لا هم هم دول الجمهور الفرق في إيه الفرق في الناس اللي في الملعب الفرق في الرجولة اللي عند اللعيبة في الملعب اللي هما كانوا بيموتوا نفسهم في البطولة دي بتاعت المنتخب الأوليمبي بخلاف اللي كان بيحصل في بطولة منتخب الكبار قد تلاقي العيب كابتن فريق يقول لك أنه بيحط إيدي على وداني عشان الجمهور بس بينتقدني وهدفه الأول وفي الآخر شكله هو وبتاع مش بيفكر في بلده وشكل منتخب بلده وهي رسالة للكبار لعيبة مصر الكبار بتاع الفريق الأول اتعلمه منه مش عيب خالص مش عيب إنك تتعلم من واحد أصغر منك خالص بالعكس اتعلم من الروح اللي بلعبوا بيها اتعلم من الأداء من الكتال في الملعب نفقاش أي مشكلة عندنا عناصر كويسة في المنتخب الأول بصراحة لكن ينقصوا من الروح مش عايزة روح المنتخب الأول كتير عشان منبوصوا فرحتنا بصراحة الناس زعلونا لكن دول فرحونا فعايزة كامل رسالة المسؤولين الواحد فرحان بصراحة يا ريت يا جماعة بتحرمناش من منظر ده ما تحرمناش من شكل المدرجات ما تحرموش اللعيبة من الحماس اللي بيجي لهم من خلال تواجد الجماهير العظيمة دي في المنطقة اللي حضر مبارح واللي كان نفسه يحضر واللي حيحضر مطش يوم الجمعة لهم كل التحية والتقدير والإشادة نظام ايه والفان اي دي هو على رقبة كل واحد والدنيا زي فل مفيش أحسن من كده نظام تذكرتي عشر العشر كل حاجة ماشية بشكل ممتاز نستغل بقى نبني بقى نفسنا نبني مش يبقى حدث وحضرنا في الجماهير كلها وحلوة قوي شكرا على كده نرجع بقى للمربع صفر لا احنا عايزين نبني على ده عايزين كل المطشات تبقى كده في الدوري احنا زمان كان المطشات الدوري مليانة جماهير اه مش الساعة الكاملة لبعض يعني بيروح بالساعة الكاملة لكن ليه ما يبقاش الساعة كلها متاحة للناس الناس تحضر وتتمتع وتشجع وهي برضو رسالة الجمهور افضل في الالتزام ده افضل في التشجيع بس افضل في الشكل الحضاري المميز ده مش عايزين اكتر من كده لا تتطرق لحد تاني ولا تشتم ده ولا كلام من ده حتى لو حد استفزك يا سيدي خليك انت احسن فكر في مصلحتك ومصلحة بلدك ومصلحة فريقك فدي في الحقيقة حاجة مهمة ومميزة وان شاء الله نبني على الكلام ده عشان يعني ناخد خطوة بقى لقدام مش عايزين نرجع تاني لورا الفرحة حلوة والسعادة جميلة والف الف مليون مبروك لكل المصريين عودة الجماهير هي بداية اصلاح الرياضة المصرية والله فعلا لما يرجع الجمهور كل حاجة هتمشي كويس هتلاقي اداء المنتخبات ده اول حاجة بالنسبة لنا واكتر حاجة احنا بنركز عليها ممتازة وحنفرح هتلاقي الاندية اللي بتشارك في البطوات الافريقية الدنيا ما يشي معها زي فل لان الجمهور هو العامل رقم واحد مع اي نادي في مصر ومع انتخبات المصرية الدوري حيبقى ليه جانب تصوكي اعلى من كده بكتير وحيبقى ليه روح وصمعة افضل بكتير جدا في العالم كل في العالم العربي بالتحديد احنا في ناس سبقتنا بسبب حضور الجماهير وبسبب النظام اللي بيحسب نشوف السعودية السعودية حاجة ولا اروع بصراحة نفسنا نبقى زي الناس دي رغم ان هما كانوا قابلينا بكتير احنا كنت سابقنهم بسنوات وسنوات احنا اللي عطلنا نفسنا نبني بقى ان شاء الله باذن الله على اللي جاي